مين كان يصدق ان الفنان هني شاكر امير الغناء العربي وبولبول الليل اليتيم ييجي عليه يوم ويغني اغاني مهرجانات الاساس هاني اللي بقاله سنين سابن الوراوي اللي قدامه ودائر يقفش في مغنين المهرجانات زي الفراخ عشان يقضي عليهم ويحمل فن والثقافة من شرهم لقنام كم يوم منزل اغنية تقول للمهرجانات قومي واناعد مطرحك مالي انا كلام خناءات وحورات مصاطب كانها عركة في خمارة مش اغنية لدرجة انه كان فضله شوية ويطلع مطوى من جيبه في الكوبليت تاني طب ايه اللي خلي الاساس هاني العاطفي ويغني اغنية زي دي وليه اللي اغنية اللي من النوع ده بقت تنجح وتكسر الدنيا في اخر كم سنة بالشكل الغريب ده ما هي بين انا شوف الاساس هاني شاكر كان بقاله فترة طويلة قوي سايب كارل غنى ومقطع الاستوديوهات ومسخر حياته لمحاربة المهرجانات من خلال منصبه كنقيب موسيقيين قد الدنيا الراجل من ساعة ما ترستق على كورسي النقابة هو ما بيعملش في يومه إلا حاجتين مفيش غيره الصبح بدري يروح النقابة زي الشاطر ويفضل يمضي ويبصم على قرارات منع ويقاف كل مغنين المهرجانات بالليل بقى كان ياخد الضبطية القضائية تحت باطه ويفضل يلف بها في كل شوارع وحارات البلد واول ما يلاقي مغني مهرجانات نادل بيأحي فرح ولا عيد ميلاد ولا طهور حتى كان يجيبه من قفاء ويلفه في ملاية ويركبه البوكس وما يسيبهوش إلا في اسم الشرطة بعد ما ياخد عليه تعاهد بعدم الغنى هاني شاكر فضل يعمل كده سنين طويلة وهو سعيد ومبسوط وحاسس من جواه إنه بيقوم بعمل وطني كبير قوي واستحق إجازة الدولة التشجيعية كفاية يعني إنه هو اللي بيحمل ثقافة المصرية من ابتزال المهرجانات ولولا كان زمان السل من الموسيقى تهد فوق دماغنا من زمان والحقيقة يعني إحنا كمان مرتحين ومبسوطين إن الأستاذ هاني يعني النساء الغنى وبقى مشغول لشوصله في الجاري ورا حمو بيكا وحسن شاكورش لأننا ما كناش نقصين النكت بتاعه بصراحة ولا فاضين بقى عشان نجيب هداية ونروح نحضر عيد ميلاد جارحه كل سنة كفاية علينا قوي خزان الأحزان اللي إحنا عايشين فيه بقالنا عشر سنين تحت رعاية سات رئيس النبي وإنجازاته وقروضه وإصلاحه والاختصادي رجأة كده اللي إنا الأستاذ هاني بيتنطر من على كرسي النقابة من غير أي مقدمات والضبطية القضائية اللي كان فرحان بيها بتتناشل منه في الأوتوبيس الراجل في يوم والإيلة لقى نفسه بقى أعزل ومفيش في إيده أي سلطة طب ليه كده يا جدعان؟ أم المين اللي هيحمل فن والأخلاق دلوقتي هنسيه في شوقات العائل بتوع المهرجانات يبوزوا ثقافتنا ويلعبوا في هويتنا كده لحد ما يضمروها خالص من غير ما نقفلوه ويلاتها تيجى على كده وبس ده في مصيبة أكبر بكتير كانت مستنيها هاني شاكر بعد ما ترمى من شباك النقابة ولقى نفسه عواطلي ومعندوش حاجة يعملها قرر إنه يرجع يغني تاني ويعبي أحزان بصوته من جديد استعد بالله بس يا وسيزة هاني ما تبقاش متهور كده تغني تاني بس يا رجل هي المشرحة نقصة أوتلة في حاجات كتير أو ممكن تعملها أحسن من الغنى ميت مر افتح لك مشروع يدر عليك ربح ينفعك في القيم السوداني سنترال ولا ماشتل ولا حتى كسكس جاير ولا يقولك احنا ممكن نيجع على نفسنا ونساعدك بكل مناملك عشان تبطل غنى هنعمل حمل التبرعات ونلم من بعض وهنبني لك نقابة موسيقيين صغيرة كده على الدايق في أي حتة مقطوعة تقعد بقى فيها وتفضل تحارب المهرجانات وتدفع عن الفن الأصيل براحتك ميغد ما حد يكلمك ولا يقولك تبتعمليها المهم انك تطلع حوار الغنى ده من دماغك انه هاي هو انت يعني لو ما غنيتش حد هيفتكرك وهيقوله ما بيغنيش ليه لا خالص والله ولا هتيجي في بقى لنا أساسا حتى لو انت بتغني احنا أساسا فاكرينك معتزل من أيام علت حكاية علي بس للأسف الأستاذ هاني شاكب ركب دماغه مش راضي يسمع النصيحة فضل قافش انه يغني تاني ويرجع لجماهيره العريضة اللي بقى لها كتير محرومة من دموعه هنا بقى هاني شاكر سأل نفسه سؤال مهم جدا يا ترى اغني ايه بعد كل السنين دي وايه نوع الفن اللي انزل بيه في الساحة دلوقتي ما انا لو رجعت للسكة اياها بتاعت الاحزان والشموع وتقطيع الشرايين دي مفيش حد هيسمعني ولا هيعبرني الحوارات دي قدمت خلاص ما بقلهاش جمهور زي زمان ولو فضلت مقضيها نكد وجراح مفيش جهة هتبصلي ولا اتعبرني الشركة المتحدة مش هترضى تعملي حفلة في مهرجان العالمين ولا الشوال توركي قال الشيخ هيبعت يجبني في موسم الرياض وبكده ممكن جدا مستقبلي الفن يضيع وانا لسه صغير في عز شبابي يعني ما تمتش الثمانين لسه طب تعمل ايه هوا ده هاني في الموضوع ده تعمل ايه قالك بس تاهت ولا ايته انا همشي مع الرائجة وهغني مهرجانات ان شاء الله هي اللي سوقها ماشي دلوقتي وبتجيب صريخ تسقيف ايوة فنان بس المهرجانات دي انت فضلت تقول عمرك تحاربها وتقول انها اخطر من المخدرات والبنج وبتدمر المجتمع خالص بس هاني شاكر انكر كل الكلام ده وقال ما حصلش طبعا انا طول عمري بحب فن المهرجانات الراقي وبموت فيه ولما كنت صغير كان مثل الاعلى اوكا اورتيجا اصلا وفعلا استاذ هاني نفذ اللي في دماغه ودخل في سكة المهرجانات بتقلو صحينا في يوم لا بينا ولا علينا لقنا منزل اغنية عجيبة كده اسمها الكبير يعني اغنية بيقول فيها كلام جميل جدا مليان معاني نبيلة يعني زي انه سبح وبرنس وابينتصر على كل اعداءه وبيقطع وشهم وبيخلص عليهم واحد واحد ده غير بقى انه هو اللي بادعها ومعاه السر بتاعها وبيقدر يطفيها ويولعها هي ايه الله اعلم المهم انه كلام شوارع على ابوه يعني كلام حمه بيكا نفسه يكسف انه يغنيه والله اه هاني مالك ايه جرالك طب ايه غيرلك حالك خناءات ايه اللي بتدخلها واعداء مين اللي بتنتصر عليهم جو العصابات والفتوانة والجرأة الكدابة ده مش لايق خالص على بشرتك النعمة وشعرك المسابس يا راجل ده انت حبيبتك لما كانت بتخونك في الكريبات قصاد عينك كان اخرتك تقولها ربنا يسابحك وتعط عيط في جنب بيت بلتاجي ومقطع بطاقتك كده امت لما تبص على الاغاني المصرية اللي بتنجح ليومين دول وتبقى ترند على السوشال ميديا وتكسر الدنيا في الافراح والحفلات هتلاقيها كلها من اولها لاخرها ماشي في سكتين ملهمش تالت يا ام المطرب من دول بيطلع قصادك وهو لابس اميس مشجر مفتوحه لحده سرته عشان يقول انه وات فاي وراي عايش حياته وضريبها صارمة ومقضيها خمرة ونسوان يا ام هتلاقي مكسر في وشك وعملك فيها ابراهيم الابيض وقاعد طول الاغنية يحكي لك عن خناءاته وانتصاراته اللي مالية حياته واعداءه اللي بيدوس عليهم بجزمته وبيكتشف مؤامراتهم وبيرميهم في نفس الخية اللي كانوا حفرين هالو النوع التاني ده بقا شغال بقاله كم سنة زي الولع بينتشر بمنتهى السرعة وبيجيبوا الجمهور على مال وشه وده اللي خلى كل المطربين يروحوا للنوع ده ويقفشوا فيه بأيديهم واسنانهم وما يغنوش غيره لان نجاحه بقى مطمون وبياكل مع الجمهور اكتر من اي حاجة تاني وبعد ما كنا ما بنسمعش اغاني الفتوانة والبلطجة اللي بصوت العائلة الوحشين الصيعة بتوع المهرجانات والراب اللي بيدمروا الفن وبيبعوزوا القايم المصرية خالص دول بقى هنا دلوقتي بنسمع نفس الاغاني بصوت المطربين اللي المفروض بقى ان هم كبارهم قطعين دار الأوبرا وبيمشوا على عاجين النهوان ده وما بيلاخبطوش زي احمد سعد وهاني شاكر وغيره وش البلطجي اللي الشاب هاني شاكر ورهولنا في اغنيته الاخرانية ده هيا خلينا نسأل سؤال مهم جدا هو ليه الاغاني اللي من النوع ده بقى بتعجب الناس قوي كده وبتكيفهم وبتنتشر وسطهم بالسرعة دي ليه الجمهور بقى بيميل ناحية الاغاني اللي البطل فيها بيكون فائد ومقطع بطاقته وبيكسب كل المعارك وبيدوس على خلق الله بمنتهى العنف والغشمية قالك يعني بالصالح عن نبي كده فيه كذا سبب اللي اقوى خبراء السياسة كبار بقى لهم سنين طويلة لسانهم ميدال دي المعانا وهم بيحاولوا يفاهمون ان اي مجتمع في الدنيا بيتأثر بشكل مباشر بالسلطة اللي بتحكمه يعني تقدر تقول ان النظام بعد فترة بيبهت عن الناس وبيخليهم شبهه لو بصيت بقى على الطريقة للدولة المصرية بتكلم بيها الناس من ساعة ما وصل للحكم سات الرئيس النبي عفتاح السيسي هتكتشف انها ما تنفرقش كتير عن اغاني المهرجانات اياه نفس الكلام هو هو عن سمو الزعيم البطل البالا حمان اللي انقذ البلد ودمر الاخوان وخلص على اهل الشر وفشخ الارهابيين النبي اللي بيعمل انجازات ومعجزات بايد وبالايد التانية بينتصر على كل الاعداء اللي محدش يعرفهم غيره اصلا وبيكسب كل المعارك من غير ما يدخلها اساسا ده غير بقى انه بيكسب المؤامرات وبيطلع منها صغ سليم وبيعد البحر ولا يتبلش هو ده الكلام اللي بنسمعه بقالنا عشر سنين بحاله من السيسي والاعلامين المطبلاتية والشؤون المعنوية واللجان الالكترونية والاستاذ بيتر ميمي في مسلسل الاختيار فكان طبيعا ان المجتمع كله غصب عنه يمشي ولا بيقده على نفس الموجة اللي ما بيشوفش غيرها من 2013 ويروح ينتج ويسمع اغاني بتقول نفس الكلام الخايب اللي السيسي صدعنا بي بتاع الاول غشمة الفضيعة اللي هنرد بيها على الارهابيين وان اي حد هيقرب من البلد هنشيله من على وش الارض عشان احنا جامدين قوي وما فيش زينا والعالم كله بيقر علينا وبيحسد فينا بيقول لك كمان ان في الدول الاستبدادية الشريفة قوي زي حالتنا كده النظام بيكون دايس على الناس وحرمهم من كل حقوقهم ومدور فيهم القتل والقامع بهم مناسبة ومن غير مناسبة فالمجتمع في الدول دي بقى بيبقى بعيد عنكم يعني قاعد طول الوقت جنب الحيط كده مرعوب ومكبوت وخايف من خياله لا قدر يعترض عن ظلم ولا عارف ياخد حقه ولا حتى يستجري يفتح بقى ساعت المجتمع من دول بيقول لنفسه او انا هفضل طول عمري كده متاطي ومتنيل بينيه لو مش قدر تنفس لها طبعا ما ينفعش حتى مش كويس ابدا على عقل البطن صحيح انا مهزوم وضعيف في الواقع وحالتي بالبلغ وما فيش في ايدي حاجة بس ما هو الخيال موجود الحمد لله وما فيش اكتر منه احنا بقى هنمسك الخيال ده من افاق وهنملاه انتصارات وهمية وافلام هندي بتنقط شجاعة وشبحانة هنحط فيها كل الحاجات اللي مش قدرين نعملها في الحقيقة بسبب الدولة اللي كابس على نفسنا هنكتب اغاني نقول فيها اني انا جامدين ومفيش اللي احنا بناخد حقنا بايدينا وما حد سيقدر يجي علينا بنقف قصات خصومنا وش في وش من غير ما نخاف منهم او نعملهم حساب نفضل بقى نعيد ونزيد في الكلام ده ونكرروا قصات بعض بصوت عالي لحد ما نصدقهم نقوم نتنفخ بالكذب كده وعصابنا تهدى وننسى القهر وقلة الحيلة اللي احنا مغروزين فيه يعني من الاخر كده نقدر نقول ان الناس بيروحوا الاغاني العنف والبلطاج عشان يهربوا من الواقع المضلم اللي عايشين فيه بقى لهم سنين ومش عارفين يخرجوا منه فيه بقى حاجة اخطر من ده كله يعني بيقولك ان الشعوب المقهورة اللي بتفضل سنين طويلة تاخد على دماغها من السلطة بمناسبة ومن غير مناسبة بتيجي بعد فترة كده وتلاقي نفسها غصب عنها وقعت في غرام اللي بيقهرها وانبهرت بيه هو ساحظ ظالم ومستبد ومجوعنا وبيئزينا في الروح والجاية بس ده ما يمنعش انه ما شاء الله قوي وكارزمة ومسيطر على كل حاجة ومنايم البلد كلها من المغرب بيغير الدستور بمزاجه احساس الاعجاب الخايب ده بيخلي الناس يحاولوا يقلدوا المستبد ويبقوا زيه بس طبعا هم ما يقدرواش يعملوا كده في الواقع بس ممكن يعملوا كده في الاغاني والمهرجانات وافلام محمد رمضان ابن خلدون بذات نفسه تكلم عن الموضوع ده في المؤدمة بتاعته لما قال ان المجتمع المظلوم بيلاقي نفسه بعد فترة معجب بالظالم وعاوز يقلده لانه بيشوف في الظالم صفات كان بيتمنى انها تكون موجودة عنده اغاني العنف والبلطجة اللي البطل فيها بيبقى قوات خلاصة وذكر وما جابتهوش ولادة بيكسب كل اعداء بضربة واحدة وما عندوش في الشجاعة والغثومية ياما رحميني انتشرت في المجتمع ومالت علينا الدنيا لان الدولة نفسها بتغنيها من زمان ومبتقولش غيرها ولان الناس محتاجين الاغاني دي عشان يخترع لنفسهم انتصارات وهمية تنسيهم القهر اللي هم فيه ونشوفكو على خير ان شاء الله